في حوار أجرته معه إحدى المحطات الإذاعية اليونانية مؤخرا يقول وزير الخارجي اليوناني بأنه كان قد دخل في تفاصيل العلاقة مع تركيا والمصاعب التي تكتنفها بأن هناك مشاكل مزمنة ومتكررة تواجهها هذه الحكومة الحكومة اليونانية وكل حكومة يونانية ما هو محزن أن تركيا في خضم أزمتها والأزمة العالمية الحالية بسبب فيروس كورونا فإننا نجد أنها تنبش في مشاكل لا وجود لها ولا مبررة مع إيجاد حلول المشكلات القائمة والعارقة بين البلدين وشدد بأنه يتحدث عن الطريقة التي ينظر بها الأتراك إلى قضايا الشرق البحر المتوسط وبحر إيجا أكد أن تركيا لا تفعل الكثير لمساعدتنا اليونان بلد أوروبي جاد لقد وضعنا إطار عملنا وقد نصعد خلافاتنا إلى درجة العسكرة والمواجهة العسكرية في حال استمرت تركيا بهذه الأعمال ونوه بأن مشكلات تركيا ليست فقط مع اليونان فأنظروا إلى الطريقة التي يعبر بها العديد من المسؤولين الأتراك والمسؤولين الحكوميين وليس بضرورة العسكريين عن أفكارهم ووجهات نظرهم والتي غالبا ما تذكرنا بعمل عسكري وشيك ختم حديثه في الحوار بأنه متأسف لأنه يقول بصراحة أن هذه الطريقة في مقاربة العديد من القضايا لا تخدم تركيا ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا الدخول في نزاعات خيالية غير موجودة لمجرد توسيع تركيا نطاق الخلافات الخاص بها هذا فيما انتقد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصاي انتقد بشدة وزير الخارجية اليوناني نيكوستيندياس لوصفه تركيا بالدولة البربرية الذي هو على دراية كاملة بأن بلاده متورطة في دعم الإرهاب ودافع بشكل هزلي وغير مقنع قبل من مراقبين ونشطاء بأنه مخرج وغبي التصريحات اليونانية والرد التركي عليها لم يثني اليونانيين من تذكير نظرائهم الأتراك بوصف أردوغان لليونان بأنها تقوم بممارسات نازية حمزة لغويلة لقناة ليبيا الحدث ترجمة نانسي قنقر